السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. برحب بالمشتركين معي في القناة. برحب كمان بالمشتركين الجزاج معي في القناة. بقول لكم اهلا وسهلا. وبقول لك لو انت رسا جديد معينا اتفضل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. هنقول مع بعض النهاردة الكراءة العاطفية لموليد برج العقرب. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا برج العقرب. اه هنقول طاقت برج العقرب الاول في الفترة دي. اه طاقت انا شايفها حلوة جدا. انا شايفها طاقت انتصار. اه شايفة كمان كوة وثبات. كل التفكير المشفت اللي كان موجود في طاقتك. الشهور اللي فاتت شايفاء تبدل تماما. او هيكون ده وضعك في الفترة دي ان شاء الله. اه شايفك برج العقرب اه وكأنك ابتدت اه تحدد هدفك. بالذات من ناحية العلاقات العاطفية. اه علاقاتك العاطفية برج العقرب اه يعني مرت بازمات كتير وصعبة الفترة اللي فاتت. وممكن نقول انها كانت معقدة جدا. يعني في علاقات كان فيها تعقيد. اه شايفة بوضوح الطرف التالت في العلاقة. وهنا الطرف التالت مش شرف يكون خيانة بس. لأ انا شايفة الطرف التالت عبارة عن اطراف كتير. اه شايفة تدخل من الناس. ومن ضمنهم الاهل. اه شايفة اعداء ما كانوش عايزين الارتباط يتم او اه دوام الزواج يعني لو موجود. ظروف كتير. كلها اه قدت لمشاكل اكبر. يعني المشاكل ما كانتش خاصة بالطرفين اللي انا يعني ديك انت يا برج العقرب والطرف الثاني بس لأ. كان فيه ناس كتير دخلة في الموضوع. يعني كل حاجة تدخل في العلاقة اه ينتب عنها مشكلة. او يحصل من وراء حاجة تاني. هنا كمان الكازل ده بيشرح لي العلاقة في الماضي. يعني ده اكيد كلام مش هينطبق على الجميع ولكن للطاقتو موجودة في القراءة في الفترة دي. انا شايفة تبديل تام لكل ده. اه انت اكتشفت امور كتير بناء عليه. اه خدت قرارك بتحسين العلاقة للافضل. وهنا انا شايفة ان البعض انهى بعض العلاقات وبعضوكو بيفكر في بداية جديدة. العلاقات من الماضي يعني. اه شايفة ان رجوع حصل بالفعل مع مع بعضوكو في الفترة اللي بنتكلم عنها. اه وشايفة يا برج العقرب كنت ملغبط وتفكيرك مشوش ومريت بفترات حزن واكتقاب. الفترات الحزن والاكتقاب اللي انت مريت بيها دي انت ازيت فيها نفسك بقرارات مش محسوبة. اه كمان شايفة ازيت فيها الصرف الثاني بتصرفات وكلام مش محسوب. اه القراءة هنا ممكن تكون عكسية بس انا هنا شايفة تقطف انفة يا برج العقرب. الثاقات الموجودة معها في الكراءة شايفة الطاقة النارية. اه والسرابية. اه والطاقة المائية اكتر حاجة واضحة فيها الصرفان. والطاقة الهوائية كمان الواضح منها اه برج البل. اه شايفة فيه رجوع الفترة دي. العلاقة من الماضي بعضوكو عند البعض يعني شايفة فيه تواصل الفترة دي. ندعي ربنا ونقول يا رب ان شاء الله. شايفة كمان عند البعض فيه حيرة بين شخصين. ممكن اكتر من شخصين. بس زي ما قلت صفتك الفترة دي فيها عقلانية. يعني حتى لو فيه حيرة او محتار او متردد في حاجة. انت الفترة دي شايفك استديد تهدى واستديد بتفكر بعقلك اكتر وثبات. هتقدر تاخد القرار الصح والاختيار المناسب. عوامل كمان كتير نفسية هتساعدك الفترة دي. اه 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 كمان شايفة فيه تحسن في صحتك. خصل بشكل تدريجي او بيحصل بشكل تدريجي بشكل عام يا برج العقرب. يعني شايفك بعد مرور بعضوكو يعني بظروف صحية الفترة اللي فاتت. ممكن نقول انها كانت من بداية السنة. فانك الفترة دي هيكون عندك تغيير في جواند كتير من حياتك. والتغيير ده هيكون واضح. يعني تغيير دائم ملحول واضح عليك. كمان الحيرة اللي عندك دي يا برج العرب انا شايفتها اه عند بعضوكو فيه تردد ما بين. انك ترجع لحبيبك او تبات. البعض المتردد يعني تذكيرك في الرجوع انك احيانا بتحسط ممكن انك نشتقل لحبيبك او نشتقل للشريك او الشخص اللي انت منفطل عنه. احيانا بتقول هبدأ من جديد بالذات انك في الفترة دي اه انا شايفة فيه حب حواليك. حتى المنفطلين. انا شايفة فيه حب حواليك. او انت شايف كمان انك مرغوب من الجنس الاخر. يعني انت كمان ملاحظ في نفسك ده. او ملاحظ شايف ده حواليك. لكن في حاجة دايما بتشدك للماضي. ممكن يكون ده سبب سردد اللي انت بتعيشه دلوقتي. الزهالي هنا يا برج العقرب. اه كمان فيه حاجة كمان انا شايفة انك انت اه اللي لازم تشتغل على العلاقة. اه ده كمان هينطبق على المتزوجين. اه بالذات هنا بكلم ممكن اللي يكون حصل منهم اخفاق او هو اللي جرح الطرف التاني. شايفة البعض منك تعرض لخيانة. يا برج العقرب. الخيانة دي كانت ممكن نسميها بمثابة انتصار ليك. انا شايفة بعضكو اللي عمل كده في الشريك والبعض الشريك هو اللي عمل كده معي. اه المهم اني شايفة ان انتم اللي اتنين بتعينو. انتم اللي اتنين بتعينو ومن اللي حصل ده. اه شايفة الطرف التاني اه محتاج يتشاغة او وهو بيعيش الفترة دي حاليا شايفة كمان للمنفصلين يا برج العقرب ان انت اللي قررت البعض عند بعضكو انت قررت تبعد انهية العلاقة او ده اللي واضح للطرف التاني بس من ناحيتك انا مش شايفها يعني لسه منتهية انا مش شايفة يعني لو انت بينت ده او انت عملت كده انا مش شايفة من ناحيتك انك انت انهية العلاقة لان شايفاتك لسه بتفكر في الجوع بتفكر بشكل جديد للعلاقة بتفكر ازاي تكون مستقرة انت هنا او عايز عايز استقرار بس من شايفاتك بتبذل اي مجهود شايفاتك اكتفيت للبعد او انك اختفيت عن الطرف التاني وانك تعيش الحزن والاكتئب وازاي ما قلنا ان الطاقة دي هتتبدل ان ازاي ما قلت شايفة طاقة برج العقرب حاجة مختلفة خالص في الشهر ده اه كمان ممكن اقول ان بعضوكم الطرف التاني اه بيشوفك ازاي اه يعني هو شايفك غامض وانا شايفة انك سعلا في حاجة يا برج العقرب انت مخبيها ممكن ما تكونش حاجة مؤثرة يعني فانا شايفة ان انت سعلا في حاجة انت بتخبيها عن الطرف التاني اه شايفة ان ما فيش اي كلام او تقريب لوجهات النظر ممكن ده سبب ان هو بيشوفك شايفة كمان بيشوفك انك بترفض الارتباط لو انتوا لسه مش مرتبطين او بترفض الرجوع اه يعني لو ما رفضتش بالكلام ممكن تكون تصرفاتك بتقول كده ممكن الغموض في العلاقة انك بتظهر حاجة وتبين وتخفي حاجة يعني في حاجة عندك مش واضحة يا برج العقرب او عند الطرف التاني اه شايفة في حالة قلق مستمر اه الغريب ان انت كمان مش مرتاح يعني انت مش بتعمل كده والحالة دي مريحات لا هي الحالة دي مش مش مريحات بس انت حابز انك تظهر كده اه انت والطرف التاني اه شايفة عند البعض فيكو اختلافات خارجية اختلافات خارجية بس مؤثرة اه لكن داخليا انتوا شبه بعض جدا اه ده ممكن اللي ملغبط العلاقة انكم بتفكروا زي بعض انت كمان يعني لايه بتفكروا زي بعض يعني انت ممكن اه اللي ملغبط العلاقة يعني اه زي ما هو بياخد قرار بحاجة ممكن تكون انت كمان بتاخد قرار بنفس الحاجة يعني مثلا مش هكلمه غير لما هو يكلمني يكون الطرف التاني كمان بيقول لنا مش هكلمه غير لما هو يكلمني اه لازم هو اللي يعمل كزا الاول انت كمان ممكن تكون بتقول لازم هو اللي يعمل فزاعة فالحاجة دي لما تكون انتوا اللي اتنين تفكركم زي بعض اه بينتج عنها لغبطة وعدم وضوح وغمود وحاجات مستخبية وزي اللي احنا شوفنا في القراءة ده اه كمان انت شايفك بتشوفه ازاي اه انت بتشوفه اه ممكن اقول ان انت بتشوفه مستهدر اه او سطحي اه ممكن تكون تشوفه يعني كل حاجة خاصة بالتفكير ممكن تكون بتشوفه تفكيره اه بعيدة عن تفكيرك اه ده بالنسبالك اه ممكن يكون سبب لسكوتك او تجاهلك للعلاقة لكن السبب الحقيقي ان انتوا اللي اتنين تفكركم زي بعض انتوا اللي اتنين نفسي مع الصرف ده قاعد بيتكلم او بيقول او القرارات اللي بياخدها انت كمان بتفكر زي اه اه هو كمان بيشوفك ان انت يعني الحاجات الايجابية هو بيشوفك ان انت اللي بتكمله يعني احيانا بيكون مبسوط بالاختلاف او انك تكون بتعمل الحاجات هو مقدرش يعملها اه شايفية معجد جدا بشخصيتك اه اه او بتمتلك شخصية ساحرة اه انا مش شايفة في طلاق في الفترة دي مش شايفة اي طلاق ان شاء الله لكن شايفة في بعض عاطفي شايفة في ظروف قوية ضغط عليكم انتوا اللي اتنين الاحساس الغالب على العلاقة اه شايفاء اه يعني ممكن نسانيه ملل اه وهنا انتوا ممكن تخلوا البعض اللي بينكو ده ممكن تخلوه ايجابي يعني بدل ما نفكر في السلبيات اللي في العلاقة نفكر ازاي نحلها يعني تكون التفكير في شكل العلاقة المفروض تكون عامل ازاي اه او ايه هي العوامل اللي اللي بتأثر عليها تحاولوا تحلوها يعني بدل ما انتوا بتعيشوا المشكلة لا نعيش الحل بتاع المشكلة فهنا ممكن يكون البعض نخليه ايجابي لان انا شايفة هنا البعض سلبي كل تفكير مش اه الغرة مرتبطين برج العقرب انا شايفة في حب اه يعني في حب يعني احتمال وجود علاقة لسه ما بقتش رسمية اه شايفة فيها حب وشايفة فيها تفاهم بين الثرفين اه لكن انا شايفة ان الارتباط مؤسجل يعني في الوقت الحالي اه لاني شايفة ان انت او الطرف التاني عنده يعني اللي يمنع حاليا اللي يمنع حاليا اه اه اتمام الضواج او الارتباط بشكل رسمي اه لكن انا شايفة ان الطرف اللي عنده اللي يمنع وانا بيتهيقلي انه الطرف التاني شايفة بيشتغل على شايفة بيشتغل على ده على المانع ده بيشتغل عليه لو كانت مشكلة مادية او عائلية المهم انا شايفاه بيفضل مجهود او بيشتغل عليها اقول تاني للمنفصلين من برج العقرب انك الفترة اللي جاية هيكون زي ما قلت فيه فيه مواصل واحتمال انك تغضع لأسئلة او اختبارات غير مباشرة يعني مش هتكون واضحة يعني الشريك حاجة الشريك هيعملها بس من غير مش حاجة هتكون واضحة يعني لاني شايفاه فيه حاجة وصلته او فيه حاجة هو عارفها المهم ان هو فيه حاجة عنده بقيت في ايده هو عايز يتاكد منها او عايز يأكد لنفسه حاجة فانا شايفة ان انت ممكن تغضع لحاجة زي كده في الفترة اللي جاية دي لاني شايفة فيه برضو مقابلة في وقت قريب لكن بما انك انت بما ان انا شايفك انت وتقطط كده انت اللي ساديك تتشافه وتقطط احسن في الفترة دي او ثابت في قراراتك واقوى حاول انت اللي تستوعب الشريك لاني شايفاه هو اللي لسه بيعاني يعني لسه بيعاني وبيعاني من امور كتير غير العاطفة يعني فيه حاجات كتير غير العاطفة هو بيعاني منها عنده مشاكل تانية يعني فانت لازم تستوعبه لازم الكلام اللي بتسمعه او الحاجات اللي بتستقبلها منه لازم يكون فيها تفكير عميق يعني متاخدش الكلام كده من من برا لا بيسل الانتان اللي قدامك هو بيتكلم ازاي هو ايه خلفيته هو ايه احسيته بناءا على ايه بيقول الكلام اللي هو بيقوله او الاسئلة اللي هو بيسألها اللي هو تفكير عميق بالمعنى ده اااااااااااا seven شايفت فيه مراكبة من الطرفين الفاترة اللي خذت اااااا شايفوا علاقة هترجع او هتبتدي بشكل واضح اااااااااااا آام مش بينكم انتم الاثنين بس يعني لا انتم كمان هتشوفوا اللي حواليكوا بوضوح زي ما قلت فيه تدخلات حصلت من الناس كتير بغرض سايق مش هقوله من غير ما يقصد او كان يقصد اصلاح فحصل حاجة تاني لا الغرض كان افتاد فعلا للعلاقة وكان الموضوع حاصل هقولكو كان عامل ازاي كان حاصل في وسط زحمة يعني كان فيه كده حاجات كان فيه فترة كده مرت بيكو فيها كلام كتير وفيها زحمة كتير مش زحمة ناس بس يعني لا زحمة زحمة في الكلام والقراء وكلمة من هنا وحد من هنا انت والصرف التاني مش انت بس عندك وعند الصرف التاني نفس الكلام انتو هتبتدوا الفترة دي تاخدوا بالكم من حاجات كتير جدا لما هتاخدوا بالكم من الحاجات دي هتاخدوا العلاقة لمستوى تاني يعني هتخرجوا برا كل ده احتمال تذكيرك كمان يا برض العقرة في الفترة اللي جاية انت تاخد الشريك وتبعد عن عن محيط سيء او هتبعده نفسيا يعني ممكن تبعده نفسيا او معنويا يعني تبعده بدمحكو يعني حتى لو ما بعتوش انك انت سألته لمكان تاني بعيد عن ده ممكن تبعده بتفكيركو يعني عن الناس دي كمان انا شايفة طاقة بدايات جديدة في القراءة آآ بالذات اني شايفة بعضكم بالفعل استدى ينسى الماضي آآ بعد ما تخزل فيه كتير او تكون اكتشفت كذب اكتر من مرة شايتات كذا مرة تكتشف كذب يا برج العقرب وكأنك هنا بتقول خلاص انا تعبت آآ ما بقاش آآ فقلبي حبي لك يعني كأنك بتقول كده يعني يعني حتى لو بي على بالك آآ تفكير في ماضي او في علاقة من الماضي شايفك آآ ما بقاش يعني قلبك ما بقاش فآآ آآ انا شايفة في رجوع بس انا شايفة برضو طاقة بدايات جديدة موجودة آآ آآ وزاي ما قلت في الاول انت حواليك حبي آآ كتير لكن ارتباط آآ آآ غتني في الفترة دي انا مش شايفة في ارتباط رسمي في الفترة دي وهنعمل آآ آآ قراءة في الفترة القريبة اللي جاية ونشوف الطاقة تاني ان شاء الله انتهت الكراءة شكرا اللي مصادر